السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية عشبة إكليل الجبل في المنام فتابع معنا أولا تفسير رؤية إكليل الجبل في المنام لابن سيرين يقول العالم ابن سيرين أن رؤية إكليل الجبل في المنام تعد على قصرة الأحزان والهموم والخلافات في حياة الرأي كذلك تدل رؤية شراء إكليل الجبل في المنام على نزع العلاقة الزوجية وانتهقها بين الزوج وزوجته تفسير رؤية عشبة إكليل الجبل في المنام للعزباء شراء إكليل الجبل يدل على زواجها من رجل غير صالح ولا يضع ربه ويفعل الكثير من الزنوب كذلك رؤية إكليل الجبل في منام العزباء تدل على زوال مشاكلها وعلى التفوق في حياتها ونجاحها في دراستها كما أن رؤية أكل إكليل الجبل في المنام يدل على تخلص الفتاة من جميع مشاكلها وعلى الشفاء من جميع الأمراض تفسير رؤية إكليل الجبل في المنام للمتزوجة إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام أنها تقوم بأكل إكليل الجبل فيدل ذلك على زوال همومها وعلى الراحة النفسية التي ترها كذلك رؤية إكليل الجبل في المنام للمتزوجة يدل على خسارة عمل زوجها في تجارته ويدل على أزمة مالية تعاني منها كما أن رؤية إكليل الجبل في المنام تعبر عن المعاصي والزنوب التي يرتكبها الرأي في منامه وعدم التوبة لله سبحانه وتعالى تفسير رؤية إكليل الجبل في المنام للرجل عندما يرى الرجل في منامه عجبة إكليل الجبل فيدل ذلك على عدم تعطل ربه ولكنه سوف يتوب ويدل على الفرق بعض الضيق وإذا رأى الرجل في منامه أنه يأكل إكليل الجبل فيدل هذا على شهامة وقوة وعلى صفاء ذهنه وانتصاراته على من يقوم بمحاربته كذلك رؤية إكليل الجبل للرجل العازب يدل على خسارة أمواله وخسارة تجارته وإنما سوف تفرج بعد هذه الخسارة كما أنه سوف يرزق من الله وسيحصل على مكاسب كبيرة أو كنز كبير ويعود حكته للمال والعمل في حياته القادمة تفسير حلم زراعة إكليل الجبل إذا رأى الرجل في منامه أنه يكون بزراعة إكليل الجبل فيدل ذلك على الصحة والعافية الذي سوف يتمتع بها والشفاء من الأمراض كذلك رؤية زراعة إكليل الجبل تعبر على التحاق الشاب بوظيفة جديدة وعمل حر يسعى من أجله في أيام قليلة سيحقق أهدافه وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر